شاهدين دعا محتجون غاضبون من إجراءات مكافحة فيروس كورونا دعوا الرئيس الصيني إلى الاستقالة في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الصينية في ثماني مدن على الأقل لقمع مظاهرات تمثل تحديا مباشرا للحزب الشيوعي الحاكم وقمعت الشرطة الصينية المتظاهرين في مدينة شانجهاي الذين طالبوا الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتنحي ووضع حد لحكم الحزب الواحد وبعد ساعات من قمعهم احتشد الناس مرة أخرى في نفس المكان وعادت الشرطة وفرقتهم مجددا ورأى مراسل أسيوشيتد بريس محتجين قيد الاعتقال وهم ينقلون في حافلة لشرطة وقالت فرانس بريس أن الآلاف نزلوا إلى الشوارع الأحد في بكين وشانجهاي ووهان ومدن أخرى للاحتجاج على الإغلاق والاحتجاجات التي بدأت الجمعة وامتدت إلى مدن من بينها العاصمة بكين وعشرات الجامعات هي العرض الأكثر انتشارا لمعارضة الحزب الحاكم منذ عقود نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بداية هل ما يحصل في الصين طبيعي؟ ليس طبيعي للزهاد ببعض التظاهرات إلى رأس الحكم الذي جدد له منذ أقل من شهر لفترة ثالثة بعد رئيسين أخذوا فترتين فقط جينغ زيمين وخليفته الذي طرد من الاجتماع اللجنة المركزية مؤخرا بطريقة مهينة وكانت مهينة للطرفين لمن طرد لأنه ليس بسلطة لكنه يؤمن الشرعية للرئيس الآن وبالتالي تشيجين بينك الآن في ورطة أخذ تجديد لنقل بالقوة وتعيين على الأقل ثلث أو نصف المكتب السياسي من أنصاره وبالتالي أصبح الآن في الطريق ليكون ديكتاتور هذا لنقل واضح لكن الأمر المهم أكثر أنه ترأس لفترتين على رخاء الصين وتنفيذ قوتها الإقليمية عبر بحر الصين الجنوبي مع كل الأطراف هناك الفلبين تايلند وفياتنام واليابان نزاع على الجزر حتى كوريا الجنوبية ثم لنقل تحدي اقتصادي ليس عسكري في العالم عبر الحزام والطريق في أفريقيا مئات البلايين وفي حتى وصول لأوروبا وألمانيا وأغراء بريطانيا إذن أزرع الصين لا أقول هذا شيء مهم كان للاقتصاد العالم أستاذ زياد لكن ما حصل أنه بعد فترة طويلة من عدم استخدام القوة الخشنة قد استخدمت قوة الخشنة مع قليم شينكيانج المسلمين الإيغور وبالتالي تعرضوا لأقصى أنواع لنقل العزل والسجن وحتى العمالة الإجبارية ثم مماحكة مع سكان هونغ كونغ المفروض أن يكونوا مثلهم مثل البر الصيني لكنهم طارد عشرات الألف منهم بطريقة غير مباشرة بمعنى بريطانيا أعطتهم جوازات سفر وبالتالي لا يمنع المركز في بكين ما حصل الآن هو ليس فقط اعتراضات هو كما قلت لرأس الحكم اتنين يصيب الآن قلب الصين الصناعي شنكهاي وموانئها الكثيرة إذن رسالة للداخل والخارج بأن السياسة أقول يعني نقول التسلطية الصوت الواحد ليس ماشي بعد الآن إذن هذه الاحتجاجات ليس لها علاقة بإجراءات مكافحة كورونا وإنما هي موجهة ضد سياسات الحكومة أو النظام الصيني أستاذ زياد لا نستطيع أن نفصل عندنا ثلاث سنوات الآن من نشوء الكورونا في الصين أغلب التقارير تقول هذا الأمر عندنا الآن ثلاث سنوات مع غموض في المصدر في الصين لم تتعاون مع منظمة الصحة العالمية تعاون جزئي ثم حجر لفرق المنظمة يعني لم يكن كامل لكن أعطيت شهادة حسن سلوك بأنها عندها تنظيم قوي سياسي استطاع العبور إلى لنقول بأقل الخسائر إلى أن تكون رافعة الاقتصاد العالمي على الأقل منذ عام وبالتالي استبشرنا خيرا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وما حصل لكن الآن عندي مشكلة بأن نمو الصيني في هذا العام بعد أن كان في الماضي 9% و10% أنا كنت أقول دائما هنا أقل من 5% اضطرابات سياسية لا يعني هذا في يوم يعني تكدسه العام هذا عندي أقل من 3% البيانات الرسمية الصينية تقول 3.5% النمو لكن هو أقل العام القادم إنك ماش في كل العالم فالآن عندي اضطرابات داخلية وربما توسيع السجون أقول هذا الأمر تترجم سياسيا يعني عندي أولا الصين تصاب بمشكلة في التصدير في الاستهلاك الداخلي مع كل الإعانات مؤخرا 70 بليون دولار ضخة للبنوك الإقليمية يعني تريح لا يتفقات البزنس مئات المدن الصاعدة يعني الطبقة الجديدة التي عندها تطلعات كبيرة لكن أستاذ زياد نقطة مهمة الصين مقفلة من ناحية السياحة لنستطيع أن نذهب وكذلك السياحة الصينيين الذين كانوا يغبونوا بريطانيا ودول الصناعية ممنوع أن يذهبوا لأسباب منها بالكورونا وأمور أخرى لكن الآن يعني عندي خنق النظام يقوم به داخلي لأسباب عدة منها الصحة ومنها أمور أخرى وبالطبع لأن التسلط يعني الحساسية تجاه أي نقطة سواء من النخبة التي تسجن أو تتهم بالفساد إلى الآن جماهير الشعب وبالتالي هناك هزة في مركز القرار كيفية التعامل معها طيب على ذات نهج أو نمط النظام الإيراني الذي اتهم الخارج بالاحتجاجات الجارية في إيران اليوم أيضا النظام في الصين يتهم الخارج أطراف خارجية بالتحريض وهذا ربما يعني ديدا كل الأنظمة المستبدة كان لافتا بالفعل المطالبة المحتجين الرئيس بالتنحي إلى أي مدى يشير ذلك إلى أن الأمور في الصين ربما وصلت إلى نقطة اللاعودة شعبية أنا أقول بنظريات السياسة والاقتصاد الرخاء الاقتصادي لابد أن يترجم بمشاركة لا أقول ديمقراطية لكن مشاركة في الدول العربية الخليجية ديوانيات يعني هناك أمور للتشاور مع أركان المجتمع من أقطاب الصناعة والتجارة وكذلك القبائل أحيانا الأقليات الإسطنية في الصين أغلق هذا الباب مع هونغ كونغ مع أن هونغ كونغ تعتبر رئى للصين تنفس عبرها ومع سنغافورة العلاقات مع العالم الخارجي كل الشركات الصينية لها أبواب في هونغ كونغ وبالتالي أي عقوبات على الصين يجري التحايل عليها عبر هونغ كونغ وسنغافورة إذن هذا الأمر غير خاف علينا إنما الآن التحدي الكبير بأن هناك طبقة وسطة كبيرة في الصين بالطبع أخذت بجهود عرقها لكن هذا ليس عمل في الزراعة أو الحراسة هو عمل في مصانع ضخمة قام بها المركز الصيني الحزب الشيوع الصيني بدون عقيدة للخارج يعني نحن لا نسمع نظريات ما هونغ كونغ عفوا موت سي تونغ أو كارل ماركس منه كل ما نسمع أنه يريد رخاء الشعب الصيني لكن بنفس الوقت هذا الرخاء مرتبط فيه بي وبك بمعنى المستهلكين في أوروبا هم الأسواق الكبرى والولايات المتحدة وأسواق العالم كلها إذن إذا أنت استثمرت وعندك الآن حرب تجارية لم تلغى أثارها كلها حتى مع بايدن يعني خففت بمعنى لا تزيد لكن الأمور الأساسية بقيت الآن وهناك حصار على الأمور اللي نقول بمعنى الغزو الفضائي الأمور الإلكترونية السيمي كوندكتورز وهذا الأمر يشعر به بصنع القدر لكنه لم يؤثر الآن على الداخل الصيني ما يؤثر عليه أنه الثلاث سنوات من الضبط كما قلت واللجوء إلى معسكرات الاعتقال يعني هذا مفهوم أنا أفهمه صحيا لكن اجتماعيا كيف تسيطر عليه الصين قارة وبالتالي ضابط كل الأمور من شخص واحد برأيي هو أمر يعني لا يمكن أن يمشي يعني بدأت الاضطرابات في أورومكي وأورومكي هي عاصمة إقليم شنجانج حيث مسلمي الأوجور وبالتالي لم يستطع النظام أن يقوم بحصرها بأقلية عرقية الآن توسعت لأكسرية الهون وبالتالي الآن إذا كان في شنجهاي يقولون يسقط الرئيس حتى لو كانت طلاب لنقول عندهم فورة طالبية لكن هذا يسمعه الخارج والداخل طيب دكتور ناصر يعني سؤال مطروح زعيم قوي مثل الرئيس الصيني الذي كما تفضلت مؤخرا جدد له لفترة ثالثة ويحكم قبضته على البلاد لماذا يقوم يدفع نحو الصدام مع المجتمعات الصينية المتعددة حتى وصلت الأمور إلى هذا الشكل في ظل دولة ناهضة أساسا نعم وهذا يعطي نوع منحيرة كما قلت أستاذ زياد بمعنى التنفيذ الاجتماعي لنقول عبر أمور كثيرة ألا تنقصه الأموال هو ينفق بالتبذير بعشرات البلايين على مشاريع صح أنها توسع اقتصادي صيني لكنه بنفس الوقت هناك مشاريع خرافية داخل الصين الفساد كبير ولذلك هو أمضى آخر ثلاث سنين محاربة الفساد ونحن نعلم كلمة فاضة يعني أنت تتخلص من جزء من النخبة الحاكمة بالطرد أو بالسجن ومعرضيك وهذا أمر مهم في الدعاية لكنه يعني تقلص القاعدة التأييدية يعني يصبح النظام قاعدته ضيقة بالتأييد تصبح أقليات يعني كما قارنتها بإيران يعني ما يحصل هو الثورة على الثورة هل ممكن أن يقوم مئات الملايين الصينيين بالثورة على نظام أعطاهم رخاء أنا أشك بهذا الأمر لكن التضيق كما قلت وكذلك حكم الشخص الواحد والمكتب السياسي الواحد والآن حكم العصابة أو العصبة الواحدة حول الرئيس يعني لا تمثل النخبة الحاكمة كل شرائح المجتمع وبالتالي أنا أفهم أن كثير من الذين يسجنون وحتى يعني حصلت ضيق على جاك ما الأمبراطور الإسقصاد الكبير بأليبابا وغيرها في بعض زراعه الاقتصادية قد حجمت وتأثرت استثماراتها أو استثمارات مسايوشي سان الياباني من أصل كوري في الصين إذن هناك تضيق على رأس المال كذلك وهذا ما يعني الاستئساد السياسي لنخبة أصبحت ضيقة بعد أن كانت واسعة إلى أي مدى يمثل هذا أو يشير إلى فشل منظومة شمولية في التعاطي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وأيضا ربما السياسي وبالتالي هو ما دفع المجتمع إلى الانفجار بهذا الشكل هناك أقول آخر سلس سنوات نعم هي أعطت هذا الأمر لكن الصين لم تعاني كثيرا بسبب الكوفيد مع أن إجراءاتها كانت حازمة وكانت معزولة بمعنى مدينة وهان ثم مدينة أخرى ثم بيكين لم تكن بهذه القيادة أو الإجراءات الجمعية الحازمة في عدة مدن وخصوصا رئة شانجهاي إذن أولا أقول الخسار نحن مقدمون على 2023 إنكماش عالمي في بريطانيا في فرنسا في ألمانيا إنكماش تراجع 2% أمريكا حتى عندها أمور متفاوتة لأقول بمعنى قوة الدولار يضاهيها الآن مشكلة التضخم ومحاولة محاربته بأسعار الفائدة العالية إذن أسواق الصين الخارجية تتعرض للمشكلة الآن لمشاكل اقتصادية خاصة بها أنا برأي سياسة الحزام والطريق ضربت في مقتل من غزو روسيا لأوكرانيا بمعنى أغلقت الاستثمارات الصينية في بلدان على شفا حفرة مثل إيران وغيرها ووسط آسيا حتى كازاخستان هناك صراع الصيني روسي خفي عليها بمعنى رأس المال مع الصين والنفوذ السياسي التاريخي هو لروسيا إذن هناك احتكاكات كبيرة زائد أن تلاتة الاستثمار الصيني في شرق آسيا ليس معزول هناك شركات استثمارية وصناعية مع كوريا الجنوبية واليابان الآن في اليابان عندي موجة ثامنة من كوفيد يعني من جائحة الكورونا لكنه مسيطر عليها الأصدقاء يذهبون إلى المسارح لكن الكمامات كلها توضع في المسارح في وسائل النقل في التنزف بشكل يعني في الهواء وفي الطائرات يعني المدنية إذن يعطيني فكرة أن سياسة الصين صح أنها كانت على الورق ممتازة لكن الآن فهمت الطبقات الجديدة ونحن في مفروض نظام ماركسي شيوعي الطبقات البروليتارية أو الطبقات الوسطى الجديدة أنها لا ترضى بالمكتب السياسي ومدراء الحزب الذين يفرضون إرادة الرأس الهرم على تحت بدون أن يكون هناك رأي لتحت يعني الطبقات الشعبية ونحن نعرف في الأزمة التسلطية يختار من يراد أن يختار كي يمثل وهذا الأمر بطبع فشل في الماضي لذلك أخشى أن تتوسع السجون لأن منظمات حقوق الإنسان ترصد ما يعصل مع عدم رضى الصين عنها لكن بالأخير أنت عندك يعني اقتصاد إذا تراجع للوراء يؤثر علينا أنا عندي يعني مكينة صغيرة بكل قطعة فيها مكتوبة شاينة الصين وهذا يؤثر على أمور صغيرة مثل الأقلام أو الأوراق الآن حظر ربما مزاعم حظر بأوراق الأي فور وعندك يعني هذا الضغط يأتي من الأمور البسيطة إلى الأمور المتعاقدة صناعيا وبالتالي نحن أمام تحدي يؤثر علينا كلنا وعلى الاقتصاد العالمي أشكرك جزيلا دكتور ناصر قلوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في لندن على حضورك كما أشكركم مشاهدينا على حسن متابعة يمكنكم دوما متابعة البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب وكذلك التواصل معنا عبر منصاتنا الأخرى على السوشيال ميديا القابل الخير اشتركوا في القناة